اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة العدل ذكر الوعد بعد الوعيد فيكون المؤمن ما بين خوف ورجاء والذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه والقدر خيره وشره والحقوا بالإيمان عملا صالحا ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين أن يكون خالصا لله وأن يكون على هدي رسول الله فأولئك أصحاب الجنة جعلنا الله منهم خالدون في الجنة خلودا أبديا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه لم يفز أهل الإيمان مرة واحدة بل مرتين مرة حين زحزحوا عن النار ومرة أخرى حين أدخلوا الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروض بكل تأكيد مخطئ من يظن أن في الدنيا راحة فالراحة حين تضع قدميك في الجنة راحة ونعيم لا بؤس بعده قال الله عز وجل أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين ما بين السماء والأرض إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن في الجنة ثمانية أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعية من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعية من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعية من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعية من باب الريان ومن انساش باب التوبة وهو باب مفتوح منذ خلقه الله ولا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق ويفتح يوم القيامة وبشرنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بالجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أمة إلا وبعضها في النار وبعضها في الجنة إلا أمتي فإنها كلها في الجنة وبشر سيدنا جبريل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن من مات من أمة محمد لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وتخيل حضرتك آخر واحد خروج من النار ودخول الجنة له مثل عشرة أمثال الدنيا والجنة لا يدخلها عجوز بل ندخلها ونحن في قمة الشباب عمرنا 33 سنة اللهم إنا نسألك الفردوس اللهم أجرنا من النار وبعد أن يدخل أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول وهل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت جزاكم الله خطر ترجمة نانسي قنقر